اهلا بكم من جديد ايها الرائعون قبل بداية الفيديو اضغط على الاعجاب للفيديو واشترك في القناة ثم فاعل الجرس لتكون اول من يشاهد فيديوهاتنا افادت مصادر محلية ان مختل عقليا ذبح صباح الاحد طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات بدورت زكغ ضواحي مدينة بوذنيب الواقعة باقليم رشيدية فيما تم القبض على الجان الوافد على المنطقة من جهة وجدة واوضحت المصادر ذاتها ان المختل حل بالمنطقة قبل اسابيع وكان دائما يحمل سكينا بيده ويهدد الساكنة بالقتل كما ارتكب عمليات ذبح في حق عدد من الحيوانات دون ان تتحرك السلطات لتوقيفه ونقله الى المستشف وعلى اثر الفاجعة التي راح ضحيتها طفل صغير كان يلعب كرة القدم رفقة اطفال الدوار خردت الساكنة المحلية مساء الاحد في مسيرة احتجاجية امام مركز الدرك الملكي حيث رفعت مجموعة من الشعارات التي يطالبون من خلالها بفتح تحقيق في اسباب عدم تدخل السلطات المحلية والامنية لتفادي وقوع هذه الجريمة وحسب المعطيات فان الجانية تم توقيفه واخضاعه لتدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة دوافعها وخلفياتها الحقيقية مشاهدي قناتنا الاعزاء وصلنا الى نهاية الفيديو تشجيعا لنا اضغط على ايقونة الاعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنتشرف بك ضيفا عندنا اشتركوا في القناة